الضعفاء ينتقمون والأقوياء يخفرون أما عن الأذكياء فهم يتجاهلون فإذا لم تستطع شرح فكرتك لطفل عمره ستة أعوام فأنت نفسك لم تفهمها بعد لا يشير ذهنك بعيدة عن أولبرت أينشتاين أتحدث فلتحلق معنا على بصات رحلتنا لتعرف أكثر وهذا يا سادة يا كرام إن من أكثر قصص النجاح شهرة وتأثيرا في العالم أجمع قصة نجاح عالم الفيزيائي الألماني أولبرت أينشتاين هذه القصة التي ألهمت الملايين من البشر فقد استطاع هذا العالم تجاوز الأزمات والمشاكل والعوائق بعزيمة وصبر ليصل في النهاية لأهم النظريات العلمية في تاريخ البشرية لقد ولد أينشتاين في أولم الألمانية عام 1879 وكان والداء أينشتاين من اليهود العلمانيين من الطبقة الوسطى وكان والده هيرمين أنشتاين في الأصل بائع أسرة ثم أدار لاحقا مصنعا أما عن والدته بولينكوخ فقد كانت ربة منزل وكان لديه أخت واحدة هي ماغا التي ولدت بعد عامين من ألبرت وقد تأثر في سنواته الأولى بأمرين الأول كان حصوله على بوصلة في سن الخامسة فقد أصابته الحيرة من تلك القوى غير المرئية التي تؤدي لانحراف الإبرة أما عن الأمر الثاني في سن الثانية عشرة عندما اكتشف كتابا للهندسة ووصف بأنه كتاب الهندسة الصغير المقدس وبات أينشتاين شديد التدين في سن الثانية عشرة حتى أنه قام بتأليف العديد من الأغاني في متح الرب وترديد الأغاني الدينية في طريقه إلى المدرسة لكن ذلك بدأ يتغير بعد أن قرأ كتب علمية تناقض معتقداته الدينية وكان هناك تأثير مهم آخر على أينشتاين وقد تمثل ذلك التأثير في طالب الطب الشاب ماكس تالمود الذي غالبا ما كان يتناول العشاء في منزل آنشتاين فقد أصبح تالمود مدرسا له حيث قاد آنشتاين للتعرف على الرياضيات والفلسفة وقد حدثت نقطة تحول محورية في حياة آنشتاين عندما كان يبلغ من العمر السادسة عشر حيث عرفه صديق تالمود على سلسة علوم الناشئين التي كتبها آرون بيرانشتاين وهي كتب مبسطة في الفيزياء وهنا طرح آنشتاين على نفسه السؤال الذي سيهيمن على تفكيره حلال السنوات العشر القادمة وهو كيف سيبدو شعاع الضوء إذا كان بإمكانك الرقد بجانبه فإذا كان الضوء عبارة عن موجه فيجب أن يظهر شعاع الضوء ثابتا مثل موجة مجمدة وهذا يا سادة يا كرام لقد تعطل تعليم آنشتاين بسبب إخفاقات والده المتكررة في العمل آنذاك فتسلت شركة الوالد في الحصول على عقد مهم لتزويد المدينة بالكهرباء فانتقل هرمن آنشتاين إلى ميلان للعمل مع أحد أقربائه وترك نجله في مدرسة داخلية لينهي تعليمه لقد هرب آنشتاين بعد ستة أشهر متوجها إلى والديه لشعوره بالوحدة والإنعزال واحتمال تجنيده في الخدمة العسكرية وهو الأمر الذي بدأ يلوح في الأفق عندما بلغ من العمر ستة عشر لقد أدرك والداه المشاكل الهائلة التي يواجهها آنشتاين كان متسرب من المدرسة وهارب من الخدمة العسكرية بدون مهارات وظيفية حيث لم تكن آفاقه واعدة لقد دارت الأيام وتوالت السنين وذهب آنشتاين مع عائلته إلى سويسرا وعمل آنذاك في وظيفة متواضحة لتعليم الأطفال لكن حتى تلك الوظيفة ترد منها لقد جاءت نقطة التحول في وقت لاحق من ذاك العام عندما تمكن والد صديقه مارسيل من ترشيحي لمنصب كاتب في مكتب براءات الاختراع السويسري في تلك المدينة وكانت وظيفة آنشتاين في مكتب براءات الاختراع نعمة حيث ينتهي سريعا من تحليل طلبات براءات الاختراع ليتوفر له الوقت ليدرس ويطلق العنان لأحلامه وتطلعاته العلمية ومع دخل صغير ولكنه الثابت لأول مرة شعر آنشتاين بالثقة الكافية للزواج من ميلفا ماريك في عام 1903 وفي ذلك الوقت أصيب والداء آنشتاين بمرض خطير وقبل وفاته بقليل لقد بارك زواج ابنهما من ميلفا ماريك قد كانت والدة آنشتاين حزينة حيث شعرت أن هذا الزواج سيفسد مستقبله حتى أنها حذرته من أن حملها من زوجها سيكون كارثة رغم أنها كانت تدرس الفيزياء في معهد آنشتاين للتكنولوجيا وأنها كانت الطالبة الوحيدة في الصف وثاني امرأة تتخرج في قسم الرياضيات والفيزياء لقد ظل آنشتاين يشعر بحزن شديد عندما يتذكر أن والده قد مات وهو يعتقد أنه فاشل وهذا يا سادة يا كرام لقد أنشأ آلبرت آنشتاين النظرية النسبية العامة فبنظره وجود المادة ينتج انحناءات وتجويفات في هندسة الفراغ تماما كما تفعل الكرات التي وضعناها على وجه الشرشف المنبسط وبالمقابل إذا دحرجنا كرة صغيرة جدا على سطح الشرشف المتعرج فإنها لن تسير بخط مستقيم بل ستتبع الإنحناءات والتجويفات عليه تماما كما تؤثر هندسة الزمان في حركة الأجسام لقد كان آنشتاين مبدحا في طرح أسئلة جمعت بين العلم والفلسفة فقد توخى دائما في أبحاثه الإجابة على أسئلة عميقة وتميزت إجاباته بأناقتها وجمالها ولكن في الوقت نفسه أيضا بجموح خيالها وتحديها للفرضيات المسبقة والأفكار المقبولة حتى عندما أخطأ في اعتراضه على نظرية معينة يحملها أقرانه أضاف لتلك النظرية الكثير بمجرد طرحي أسئلة عميقة حولها أجبلتهم على التعمق أكثر في فهمهم لنظريتهم فأينشتاين ليس فقط عالم فيزياء كبير بل الرجل الذي تحدى مجتمعه ليحارض الحرب وهو العبقري المتواضع صاحب الظل الخفيف وفوق كل شيء الإنسان الذي حاش خلال حربين قتلتا الملايين ودمرتا دولا ومجتمعات بأكملها لكنهما لم تنجحا في تشويه إنسانيته وفكره أما عن الحقائق التي لا تعرف عن ألبرت أينشتاين أولا كان يعزف على أهلة الكمان ثانيا قال مدرس اللغة اليونانية في المدرسة عنه إنه لن ينجز شيئا في حياته ثالثا كان تركيب دماغه غير طبيعي رابعا كان آنشتاين لاجئا أما عن خامسا رفض منصب رئيس دولة إسرائيل والأخيرة أشهر صورة له التقطت عندما سئم الإبتسام وأتمنى منك عزيز المستمع أن تبتسم حين ترى صورتك ونهاية أقتبس قولي من ألبرت أينشتاين حين قال بين الماضي والحاضر والمستقبل ليس هناك سوى وهم في تفكير العقل البشري وليست الفكرة في أني فائق الذكاء بل كل ما في الأمر أني أقضي وقتا أطول في حل المشاكل فالإنسان الذي لم يخطئ لم يجرب شيئا آخر أتمنى أن تجربوا شيئا آخر دون أن تخطئوا وأتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم أراكم بفيديو أجمل والسلام عليكم